من الأصوات اللي بحبها في الأصوات النسائية يعني دايماً يقولي بيبقى وزوقي بيبقى للأصوات اللي هي الحساسة يعني ده زوقي الصوت الحساس الصوت اللي عنده شخصية مميزة هو ده اللي بيلفت انتباهي ويلفت سمعي ويبسطني اليوم اللي سمعت فيه مي فاروق وهي بتغني القلب يعشق كل جميل أنا فاكرة كويس قوي حسيت ان زوقي ساعتها لأ ممكن يروح في مناطق تانية ليه؟ لأنه انتي مي عندك ما شاء الله حنجرة وحجم صوت غير عادي ما شاء الله لو فيه خشب همسكه ما شاء الله يعني وعندك طريقة اداء فيها قوة ومع القوة فيه الحس والجمال والشجن فالتوليفة والتركيبة والخلطة بتاعت صوتك كانت جديدة علي بسراحة وكانت ملفتة جدا ليه وانا فاكرة كويس انه اليوم اللي سمعتك بتغني فيه القلب يعشق كل جميل دموعي ما كانتش بتسكت وقفتك ان انا كلمتك كلمتك قلتلك ان انا سمعتك وسمعت الاداء ده بالتحديد للاغنية العظيمة دي وليه يفهم معاني الاغنية دي يعرف ليه كمان هي بتزيدك شجن على الشجن اللي جايلك من صوت من الصوت من الاداء فانا بس حبيت يعني اقول انه انا بحب صوتك بالشكل ده يعني انا مهما قلت انا مش عارف ارد على الكلام الكبير ده اللي هو طول عمره ببير في حقي يعني وانا بتشرف وبتبسط جدا لما بسمعه وانا عمري ما هنسى فعلا اليوم اللي لقيت حضرتك بتكلميني فيه وبتقوليلي انا انغام وانا تقريبا قعدت كتير قوي اجادل انغام مين من كتر وانا مش مصدقة بس ده كان من اهم الايام اللي عدت عليها في حياتي لانه فنيا واخلاقيا وانسانيا بالنسبالك يعني بالنسبالي انا طول عمره انغام ايدل فما صدقتش ان هي بتتصل بيا عشان تقولي انتي بنوتا صوتها حلو انا سمعتك وحبيتك وبتشكر فيها يعني كان يوم مختلف من نسبالي وكان شعور وقتها حقيقي هو اللي دفعني ان انا لازم اقولك وهنيكي بنفسي وبعد كده بشوية مش كتير كان عندك حفلة في الأوبرا كان عندي حفلة فعلا في الأوبرا وطلبت ان انا اجي وقلتهم بس يعني دخلوني كده بعد النور ما يتطفي عشان اقعد براحتي ومزاج ومن غير مالفة النظر خالص اسمع مياه وعلى فكرة ده كان بالنسبالي ساعتها اختبار صعب جدا لانه انغام قعدالي وانا مش سايفة المسرح كله وشايفة انغام بس فانا بغني وانغام قدامي فكان بالنسبالي يعني شعور مختلط من السعادة ومن الرهبة ومن القلق ومن الحب وحاجات كتير طيب هتقولي لي بقى مي البداية هتحكي لي الصوت العظيم ده اتكون ازاي طبعا دي الهبة والموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى انا عم عليكي بيها انما في جنبها رعاية في جنب الموهبة دي مع الموهبة دي في رعاية في ازاي نمتيها في اكيد ظروف احاطة الموهبة الحلوة العظيمة دي انها ازاي تعدي وتطلع وتظهر فاحب اسمع منك يعني هو انا كنت طفلة ما تعرفش انها صوتها حلوة كنت بغني في البيت مع الاغاني بتاعت الاطفال والحاجات اللي هي اللذيذة بتاعتنا واحنا صغيرين دي وابويا صوته حلو وادنه حلوة جدا فهو ومام الله يرحمها يعني لحظوا ان انا عندي حاجة فابتدى يدخلني في موهد انه تعالي بقى نغني اغاني بجد نتمر على اغاني بجد فابتدى يسمعني ليلى مراد وفايزة احمد وانا عندي 8 سنين وانا طبعا موضوع ده بالنسبة لأي طفل تقيل هم مش مفهوم يعني فابتديت احفظ الاغاني بتاعتهم واذكرها واقعد اسمعها واغني معايها حد ما شفنا في يوم من الايام اعلان لكرة الاطفال الاوبرا فابابا قالت اجما يلا نوديها اهي تتبسط والضايع وقتها في حاجة مفيدة يعني وفعلا رحت اتقدمت كان مع المايستر سليم سحاب طبعا طبعا وابتديت بقى اتمرن مع الكرال كان بي برضو بيمرن على حاجات صعبة جدا بالنسبة لوعينا والفهمنا ساعتها موشحات وقصائد واغاني لبناني احنا مش فاهمين اصلا بتقول ايه وحاجات تقيلة او وعدت الايام ولقيت نفسي فجأة بقف على مصر حضار الاوبرا وانا طفلة وفي كرال كبير جدا تقريبا كان اكبر جيل في الكرال في كرال اطفال الاوبرا خرج اسامي كتير يعني وكنت من المحظوزين ان انا مشيت في الحتة دي واتمرنت فيها وقفت على المسرح وابتديت بقى من هنا شوية ناس تعرفني بقى من المختصين من الجوة الفن يعني مش من الناس اللي برا طب فاكرة اول سولو غنتي اول سولو غنتو في حياتي كان اغنية الفايزة احمد اسمها خاف الله الله ينهر ابيض غنتيها كلها يا ماي غنتها كلها ده احنا صعب اوي صعب وطئيل وحلو يعني هو كان اختبار تقيل اوي وانا عندي كان تقريبا عندي 13 سنة اول مرة اف سوليستي فغنتها وسبحان الله كانت الناس حباها ماذا مني جدا وهي كانت صعبة هو لحن صعب جدا هو لحن صعب وجميل هو لحن صعب اللي عارف الصعوبة فين يعني اللي يسمع ممكن ما ياخدش باله المستمع العادي مش هاخد باله من الصعوبة بالضبط من ضمن اللي كنت بسمعهم طبعا الجيل القديم كله ام كلسوم فحسيت ان هي في جنب الوحدها كده يعني مختلفة اوي كله كان عظيم كله لكن هي لها حالة كده هيبة اتقل حاجة اصعب حاجة الاغاني بتعدي الساعة وحاجات كده فقلت طب انا عايز اجرب يعني انا بحب دايما نروح على الحاجات الصعبة اللي محدش بيعملها اوي واجربها اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه